باتا سكر او سبليه او عجينة التارت او عجينة التارتاليت ايه الحديثة اللي بتتعمل دلوقتي في فرنسا وليها طعم مختلف هقولوكو عليها وهقولوكو على البديل بتاع اللوز 200 جرام زبدة وبعدين هحط عليهم ايه 145 جرام سكر بودرة هضربو لما ينعم زرط الملح دي مهم جدا نص جرام مهم جدا الملح بعد كده هخلط المواد الجفة مع بعض 40 جرام لوز بودرة 50 جرام نشا 160 جرام دقيق البديل بتاع اللوز والنشا دقيق لكن دي بتطلع تحفة خلاص بعد كده 72 جرام بيد مهم يعني بيدة ونص مهم المقدير ليه عشان تطلع معاك نجحة وما تفردش منك او تقع اول ما ينعم الزبدة والسكر بنزل بالبيضة ونص اللي هي 72 جرام وبعد كده هحط معلقة الفانيلا بودر او مع اي نوع فانيلا متحليك وهحط المواد الجفة خلاص يبقى 200 جرام زبدة 145 جرام سكر نص جرام ملح اول ما تنعم حط 72 جرام بيد بعدين 40 جرام لوز بودرة 50 جرام نيشة 160 جرام دقيق ما عندكش نيشة ولا لوز بودرة تحط مكانهم دقيق طب لو عاوزوا شوكولاتة يبقى مكان الخمسين جرام نيشة احطوهم كاكاو يبقى كده تنفع بيضة وتنفع شوكولاتة بعدين بفردها زي ما انتم شايفين وحطها في التلاجة على الاقل لتلات اربع ساعات بعد تلات اربع ساعات اطلحها اطريها زي ما انتم شايفين كده هو وفردها بايدي بالرول او بالنشابة ولو عندي مكينة طبعا احنا عشان خطر في محلات كبيرة بنفرده على ورقتين سيليكون زي كده لما يوصل السمك اللي انت عاوزه اتنين ملي تلاتة ملي بعد كده بنقطعه شرايت ونحطها في الفريزر زي ما انتم شايفين وبنلف الفورمة خلاص والباقي بخرمه وبدغط عليها الاعدا وحطهم برضو مرة تاني في الفريزر مهم جدا كل خاطة احطها في الفريزر عشان مش عاوز باك بلايند اللي انت تحط كيس بلاستيك وفيه رز او فاصولي عشان تسويه لو انت مشيت بالخطوات ديت مش محتاج اي حاجة وهيطلع اسويه في الفرن في حدود ثمان دقايي على مية وستين او مية وسبعين درجة مقوية نص سوى لو انا عاوز اسويه مرة واحدة اخليه خمستاشر ديئة لكن لو عاوزه كريس بيفضل فترة كبيرة بجيب مية جرام كريمة فريش مع مية جرام اصفر بيض ادهن بيهم الفرمة بالفرشة ولو ما عنديش فرشة ادهنوا بالكمبريسور زي ما انتوا شايفين وبعدين ارجع اخبزه تاني سبع دقايق على مية وستين او مية وسبعين ادعي لامي وابي بالرحمة من قلبك واعمل شير اشتركوا في القناة